موسيقى مشاهدين نرحبكم في نشرتنا للإخبارية أكد رئيس الحكومة المؤقتة أنه لوجود لوصفة سحرية أو نمطية للتنمية تحقق أمال الشعوب غير أنه عبر عن يقينه في أن يكون لنجاح المصارى الانتقالي في تونس الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد حرص الحكومة على توفير مناخ ملائي من العمل والاستثمار وتحسن المناخ الاقتصادي في تونس مرتبط باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وبالتوافقات بين الأحزاب وباستقرار الوضع الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي هذا ما أكده اليوم رئيس الحكومة علي العريض خلال افتتاح أشغال منتدى مال وأعمال تونس 13 و2000 الاستثمار بصفة عامة وهذا ما هو شي علم يعني هذه لوبانسانس مام يوصل له أنه إذا بقعها فيها ضعف فيها نقص في الاستقرار الاجتماعي المستثمر كانوا تونسي والأجنبي ما يمشيش ويأجل الاستثمار ولذلك أصلا معناه الهدوء الاجتماعي في ولاياتنا الداخلية هو شرط باش ينجم أنه استثمر يتشجع ويجيب ينتصب أما إذا كان بديه خايف شوية على المعمل امتاعه وإلا على أنه تصير ليسر إضرابات وإلا على أنه ما يأمنش على روحه وإلا كذا بطبيعة الحالي أجل الاستثمار امتاعه هذلك عليش نحن نشتغله على الجانب الأمني إرساء مشروع مجلات الاستثمار الجديدة ربما ستكون الحل الأنسب حسب ما أكده وزير التنمية والتعاون الدولي لتطوير الشركات والدفع بالاستثمار رغم دقة المرحلة الاقتصادية التي تعيشها تونس تونس بلد مفتوح نسبيا فيه حوافز في إطار المجلة الحالية ولكن نطمح إلى مجلة لا تركز فقط على الحوافز تركز على كل محاور الاستثمار لجلب مزيد من المستثمار الأمين العام لاتحادي غرفي دولي مجلس التعاون الخليجي أكد بدوره على دور القطاع الخاص في الاستثمار وأعطاء أولوية كبيرة للقطاع السياحي تتركز المشاريع حسب الورش الموضوعة هي المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية البنية التحتية التي هي الأساس فيها الطرق والمواصلات والاسكان والتعليم والصحة والجوانب المهمة إلى الجانب الرئيسي التي تلعب فيه تونس دور رئيسي وقيمة مضافة هو القطاع السياحي أنا أعتقد السياحة يجب تونس أن تعطي الأولوية للسياحة في تونس وأن تعيد دورها وأن يتزايد العدد لأن السياحة هي الصناعة الوحيدة بلا دخان وليست لها تأثير على البيئة إنما هي تبني وظائف جديدة توجه إسراتيجي جديد بالنسبة لتونس التي تحرص من خلاله على الحفاظ على شركاتها مع البلدان الصديقة وتسعى إلى توثيق التعاون مع البلدان الشقيقة أكد الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي في تصريح لوكلة الأنباء الألمانية أن قانون تحسين الثورة سيحظى بمصادقة الأغلبية في المجلس الوطني تأسيسي بمجرد عرضه على التصويت لوجود أغلبية تدعمه وأشارت دائمي إلى أن هذه الأغلبية تطالب بتأمين مصار الانتقال الديمقراطي وتأمين الثورة عبر تحييد عدد من الوجوه التي ارتبطت بالنظام السابق وسهمت في تأسيس الاستبداد عن النشاط الحزبي لسنوات أمثال الباجي قيد السبسي وكمال مرجان حسب قوله اعتبرت حركة نداء تونس أن تجميد نشاط الهيئة العلية المستقلة للانتخابات وتعديل هياكلها ورفض الحوار معها من الأسباب التي أثقلت كهل الدولة وفوتت على البلاد فرصة الاستفادة من تجربتها وخبراتها الأمر الذي أدى إلى أهدار وقت ثمين وإطالة الفترة الانتقالية وأعربت الحركة في بيانا لها عن تخوفها من أن تكون الحملة مقدمة لعدم تمكين الهيئة الجديدة من كل الإمكانيات المادية والبشرية والهامش الضروري من الاستقلالية حتى تكون هيئة فاعلة ضامنة لانتخابات حرة وتعددية طالب وزير الفلاحة محمد بن سالم النائب بكتلة النهضة صدق شروب الاعتذار وتراجع عما صرح به حول اشترات صندوق النقد الدولي استأصال سلفيين كشرط لمنح قرض لتونس وأبدى بن سالم استغرابه في حوار له بأحدى الصحف من صدور هذا الكلام من نائب مطلع على الاتفاقية حسب تصريحه قامت القوات الجزائرية بإلقاء القبض على ثلاثة تونسيين محسوبين على تنظيم أنصار الشريعة أحدهم طالب جامعي حاولوا الدخول إلى الجزائر على متن سيارتين بجوازات سفر مزورة في ولاية الطارف وفق لماذكرته مصادر صحفية وأضفت الصحيفة أن الموقفين صدرت بحقهم بطاقات تفتيش وتحجير صفر على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت بولاية القيروان وحي تضامن بعد منع عقاد المؤتمر الثالث لأنصار الشريعة دخل أعوان البحرية بالشركة التونسية للملاحة الأثنين في إذراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد لاتحاد تونس في الشركة وأفاد الأمين العام المساعد أن الإذراب ناجح بالنسبة مئة بالمئة مشيرا إلى تعطل عملية شحن البواخر الراسية على الميناء إلى جانب التهديد بتعطيل بواخر أخرى تضافرت الجهود بين مختلف المندبيات الجهوية السياحية والثقافية بولاية سوسا لإنجاح التظاهر الثقافية التي أقيمت بمنطقة سيد خليفة ببوفيشا تحت اسم خرجة سيد خليفة بالموقع الأثري في رادي مايوس وجاءت هذه التظاهرة بمناسبة إحياء شهر التراث وللتعريف بهذه المنطقة وجعلها واجهة سياحية نظرا لما تتميز به من مواقع أثرية هذه إن شاء الله بدرة أولى هي إن شاء الله نحيوه المهرجين بتاع سيدة خليفة مهرجين سيدة خليفة عندهم سمعة طيبة وان شاء الله هذه تكون الإنطلاقة باش نرجعوه ويكون إن شاء newspaper سنوة وتكون سنة حميدة باش إن شاء الله نعرفه بمنطقتنا ونعرفه بالإنتاج الثقافي ونعرفه بالإنتاج وتعصينا عاء التقليدية اللي عننا ونعرفه بصيرته بالموقع الأثري اللي عنه موقع فراديما يوس اللي هو موقع أثر مهم برشا وعنده دلالة تاريخية كبيرة هي بادرة لإحياء مهرجين عريق في القدم هو مهرجين سيد خليفة محاولة منها لإعادة إحياءه من جديد هذه البادرة سيتم التواصل بها سنويا إن شاء الله ونحاول أن نأثه لنشاط ثقافي سياحي في منتق سيد خليفة أعلن مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام في ليبيا أن رئيس المؤتمر محمد يوسف المقريف سيقدم استقالته يوم غد ثلاثة على ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية الليبية وأرجع أحد أعضاء المؤتمر قرار المقريف لكونه عمل رئيسا لديوان المحاسبة في فترة حكم العقيد الراحة المعمر القذافي ومن الممكن أن يشمله قرار العزل السياسي تسود الخلافات بين مكونات الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضات السورية بشأن توسيع تشكيلته رغم انضمام ثمانية أعضاء جدد إليه يوم أمس في حين تجري اليوم تحركات جديدة للأعداد للمؤتمر الدولي المزمع عقده الشهر المقبل لبحث حلا سياسي للأزمة السورية انتكاسة جديدة تكرس انقسام المعارضة السورية وتلقي بذلالها على مشاركة الاتلاف في مؤتمر جناف الثاني المقرر عقده في جوان القادم فبعد خمسة أيام من المحادثات الشاقة لم يستطع أعضاء الجمعية العامة للاتلاف التوافق على ضم مجموعة من الأعضاء الجدد إلى تشكيلة الاتلاف ولم يصوتوا إلا على انضمام ثمانية أشخاص فقط من أصل 22 مرشحاً كان من المنتظر ضمهم للااتلاف وفي مساعر أوروبية لحل الأزمة السورية اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسالة للبحث في مكانية رفع الحظر المفروض على إرسال أسلحة إلى سوريا مما يعني في حال تمت الموافقة على هذا الأمر فتح الباب أمام تسليح المعارضة السورية وبالتالي زيادة الضغوط على نظام الأسد للقبول بحل سياسي للنزاع لكن لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حيال تخفيف حظر السلاح المفروض على سوريا حيث أيدت بريطانيا تخفيف حظر السلاح مقابل معارضة بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يشعرون بأن إرسال المزيد من الأسلحة سيؤدي فقط إلى سقوط المزيد من القتلى فضلاً عن تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي كوسيط للسلام بدأت في إسرائيل تدريبات لأعداد السكان لتعامل مع حالات الحروب وأطلاق صواريخ بعيدة المدى باتجاه المدن الإسرائيلية والبلدات المختلفة وذلك في إطار تدريب نقطة تحول الذي يجري للعام السابع على التوالي وتأتي هذه التدريبات بعد ازدياد حالة التوتر من ناحية حدود إسرائيل الشمالية مع سوريا وتخوفها من هجمات متوقعة قد يقوم بها حزب له أكد المستشار الاقتصادي لرئيس محمود عباس في بيان له أن القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية وجاء هذا التصريح إثر أعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن خطة بقيمة أربعة مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني في حين حذرت حركة حماس من الخطة الاقتصادية التي أعلنها كيري معتبرة هذه الخطة خداعا للرأي العام وحرقا للوقت لصالح إسرائيل على حد وصفها وصف الرئيس السوداني عمر حسن البشير أصادر بحقه مذكرة توقيف وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها واحدة من أدوات الاستعمار القديم الذي يتجدد في شكل مؤسسات وشدد البشير في حوار له لقناة فرنس فانتكات على أن المحكمة الجنائية الدولية مواجهة ضد القيادات الإفريقية الذين يتمردون على الغرب والذين يرفضون السياسات والهيمنة الغربية في القارة الإفريقية قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز أن طعن جنديا فرنسي قرب بريز على يد رجل ما زال هاربا يحمل بصمات إرهاب إسلاميين فيما قالت الشرطة أن الهجوم ربما يكون مستلهما من حادث مقتل جنديا بريطاني في أحد شوارع لندن من شهاده حذر رئيس فرنسوا أولاند من التسرع في الاستنتاجات بشأن الهجوم فيما يتعقب محققون في مجال مكافحة الإرهاب رجلا ملتحيا عمره نحو ثلاثين عاما ركب قطارا مزدحما بعد أن هاجم الجندي من الخلف بسكين أو آلة حادة سبط الماني ألقت الشرطة البريطانية القبضة على شخصين للإجتباه بظلوعهم في حرق مسجد مركز ثقافي إسلامي في وسط بريطانيا دون وقع إصابات تذكر وقالت الشرطة أنها اكتشفت عددا من الرسائل على مواقع الشبكات الاجتماعية تدعو الناس إلى الاجتماع في مواقع مختلفة في المنطقة وخلق شغب رفضت كوريا الجنوبية عرضا للحوار من كوريا شمالية حول نزع الأسلحة النووية نقله موفد لبيونج يانج الأسبوع الماضي إلى العاصمة الصينية بيكين ووصفت سيول موقف جارتها الشمالية من الحوار معها بأنه مزدوج وطلبتها بوقف تصريحات وتصرفات المحادية لرئيستها في حين أصدر رئيس الكوري شمالي كيم جونغ أون أوامر بإخفاء سفن بلاده القتالية للمحافظة على قدرتها القتالية قام الرئيس الأمريكي بارك أوباما بزيارة للناجين والأماكن المتضررة من الأحصار الذي ضرب أكلهما ما قبل أيام وخلف ما لا يقل عن 24 حالة وفاة بما فيهم سبعة أطفال كانوا في المدرسة التي زارها أوباما وتعهد أثناءها بتوفير مساعدات اتحادية طويلة الأمد لإعادة الأعمار وقد تفقد أوباما حجم الخسائر المادية التي خلفها الإحصار والتي تتراوح قيمتها بين بليونين وخمسة بلايين دولار مشاهدين نشكر متابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة